اهلا وسهلا بكم وطابعينا العزاء اليوم راح نكمل وياكم مثل ما وعلتكم بالحلقة السابقة اللي اخذنا بيها البرب بحالة البخيترتم وبحالة البخيزنز فاليوم راح نكمل ايضا لكن مع الفعل هابن راح ناخذ ايضا بحالة البخيزنز وايضا بحالة البخيترتم وندخل مباشرة بالامثلة ونشوف المثال الاول راح ناخذ المثال الاول بزمن المضارع اللي هو البخيزنز طبعا اكيد الامثلة تكون سهلة لكن الفكرة الموضوع انه فقط توضيح شنو الماضي والمضارع بالنسبة لهذول الفعلين المثال يقول ايش هابا كاينة سايت ليس لدي او ليس عندي الوقت هس بزمن الحاضر دا اقول انا ما عندي وقت ايش هابا كاينة سايت المثال الثاني ايضا بزمن البخيزنز ايهات عين او تو هو لديه او هو عنده عنده سيارة ايهات عين او تو ايضا هذا المثال سهل وكل يعرفه لكن مثل ما ذكرت فقط نوضح بحالة اللي بخترتهم ولي بخيزنز شن رح يصير الفعل هابا والمثال الثالث ايضا بزمن المضارع يعني لديه الكثير من اللوحات القيمة يعني لوحات قيمة يعني لوحات قيمة يعني شون لوحات ثمينة غالية فهذا المخصول من اللوحات القيمة والمثال الرابع راح يكون بزمن الماضي اللي هو زمن اللي بخترتهم يعني صديقة مثل طلب ما عندي فهذا الموزوع واني بقطها قلت له يعني ما كان عندي وقت لذلك الشي او لذلك الموضوع او لذلك الطلب اللي انت ردت من عندي مثلا فلم يقل لديه الوقت لذلك والمثال الخامس أيضا بالماضي الفادن اللي هو الخيط فيقول لقد فقده أو ضيع الخيط أيضا هذا المثال بحالة الماضي وأكيد أيضا هذا المثال سهل ونأخذ المثال السادس والأخير يعني هو كان لديه حصان وعفون وكلب فإن شاء الله كانت طريقة التوضيح بالنسبة للفعلين يعني الـ verb sein und verb haben بحالة البخيزنس وبحالة البخيتورتوم واضحة يعني هو الغرض من الفيديو مو أنه أخلي أمثلة صعبة وكلمات صعبة لا الغرض من الفيديو أنه نوضح القاعدة شون صار الاستخدام مع الفعلين بزمن الحاضر والماضي ونستخدم إنه جملة أو جملتين حتى تتوضح القاعدة بصورة عامة وهذا كان موضوع اليوم إذا أعجبكم الشرح هتنسون بالعجاب والاشتراك بالقناة واللي عنده يستفسار يقدر يكتب لي بالتعليقات تحياتي للجميع اشتركوا في القناة